النهاردة هنتكلم عن مشكلة لكن هي مش مشكلة هي حياة هنتكلم ازاي نبتدي حياتنا بعد سن الستين على فكرة انا عايز اقولكو على حاجة احنا كلنا مش بعيد عن الستين ده لو وصلنا الستين اصلا يعني دلوقتي ابتدت الافكار كلها تيجي ان احنا ازاي نستمتع بحياتنا حقيقة بجد بجد بعد كل خبرة السنين والحياة اللي انا شفتها اكتشفت ان العمر ده مجرد رقم في البطاقة يعني ناس كتير جدا لما تشوفك او تشوفك استحالة يديك سنك يقولك انت عندك كم سنة ايه ده لأ بجد يعني ما تقوليه سنك السن الحقيقي هي الحياة اللي احنا بنعيشها عارفين في فيديو كده عجبني قوي عن الاستمتع بالحياة قالك ايه بقى الست بتبقى عشرين سنة وهي بتحب ومستمتع في حياتها الزوجية الست تبقى عندها سبعين وتمانين سنة لما بتكون حزينة وحياتها مش مشية او حياتها خالية من السعادة يعني في الاخر السعادة بتخلي الواحد يصغر كده ويحلو والحزن والكآبة بيخلي الواحد يكبر حتى لو عندك عشرين سنة يبقى احنا لازم نتفق مع بعض ان السن ده مجرد رقم في البطاقة فيه ناس كتير قوي شباب صغيرين ما يعرفوش ازاي يستمتعوا بحياتهم ما يعرفوش ازاي ينظموا حياتهم عشان يحس بالسعادة يعني ممكن تيبقى عنده عشرين سنة تلاتين سنة بس من جوا تحسوا ان هو عنده ستين وسبعين سنة طب تفتكروا السبب ايه؟ يعني ايه السبب وراء ان احنا ما بنستمتعش بحياتنا؟ ازاي نقدر نحدد اهدافنا ونرتب لحياتنا بعد سن الستين عارفين لما نوصل للسن ده اللي هو سن الستين بيكون عندنا اهداف وحاجات مرينا بيها وبنقعد نرتب لها يعني يمكن اكتر عيب فينا ان احنا بنفضل طول العمر في العشينات والتلاتينات والاربعينات بنفضل نأجل 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 حاجات ممكن تحسسنا بالسعادة يسألك ايه لما بس اوصل للتلاتين لما بس اوصل للاربعين والسنين دي بتجري هوا هوا